ويندوز 11 في الحلقة دي بفضل الله هنعمل ستوب لويندوز 11 أحدث إصدار من مايكروسوفت وإحنا بنعمل ستوب هنتخطى عقبات كتير منها أن لو الجهاز بتاعك إمكانياته ما تسمحش أنك أنت تنزل عليه ويندوز 11 هنتخطى ده ومنها كمان ودي مهمة جدا أنه بيجيب لك أنه لازم توصل الانترنت علشان تكمل ستوب لويندوز 11 هنتخطاها وهنعمله ستوب من غير انترنت خالص بس طبعا لو عاوز تعمل كده لازم تركز في الخطوات كويس قوي وبالنسبة للميديا أو الستوانة اللي عليها ويندوز 11 شرحنا قبل كده إزاي تنزل أي استوانة أنت عايزها بفضل الله موجود سهل جدا جدا وإزاي تعمل لها كمان حرق على الفلاش ميموري عايز تعملها على استوانة لو أنت معاج دي في دي عايز تعملها على فلاش ميموري تعملها بطريقة الليجيسي بالأداة الخاصة بمايكروسوفت تعملها بالأي حاجة أنت عايزها بتعمل اللي أنت عاوزه حتى لو عايز تشتغل يعني بأي برنامج المهم أن لما تحط الفلاش ميموري يبدأ ستوب معاك والأهم أنه يكمل ستوب معاك أنا عن نفسي بفضل الأداة الخاصة بمايكروسوفت فلو أنت عايز يبقى عندك خبرة بكل اللي قلناها خليك معنا طبعا أول حاجة هعملها هحط الميديا بتاعتي وهدخل على البوت مينيو وهختار الويندوز أو الفلاش ميموري اللي موجود عليها الويندوز أو الاستوانة على حسب ستوب بتاعك وبعد كده بتبدأ أن أنت تشغل الجهاز الخاص بيك بيبدأ معاك وبيطل عليك لوجو الخاص بويندوز 11 بتنتظره لغاية لما يطلع علامة التحميل اللي انتو شايفينها قدام عينيكو دي وبعد كده يطلع لك شاشة الستوب اللي انتو شايفينها قدام عينيكو دي هختار next بتختار البلد بتختار اللي انجلش تختار اللي انت عايزه وبعد كده بتدوس على next بعد كده بتدوس على install now بيبدأ معاك set up is starting بعد كده بتقوله I don't have product key وبتختار النسخة هنا لما هتختار النسخة مثلا طبعا انت كتفانوبر هتختارها برو مثلا ايه يعني مثلا لو اخترت ويندوز 11 برو ودست على next هيطلع لك رسالة يقول لك ان الجهاز ده مش مسموح انك انت تنزل عليه ويندوز 11 نتخطى دي ازاي اول حاجة هنعملها نركز بقى معا بعد كده وركز معايا اول في الخطوات اللي اعملها دي اول حاجة انا هطلع ال comment prompt هنا علشان ابدأ اعدل على اللي طالع قدامي ده وانا واقف هنا هدوس على shift مع F10 بعد كده هكتب rig edit علشان اوصل للرجستري بتاع النظام هدخل على hkey local machine بعد كده هدخل على system بعد كده هدخل على setup كليك يمين جوه setup ومن new هعمل key جديدة اسمها labconfig وهدوس عليها جوه labconfig كليك يمين new the word وهسميها pay pass tpm check وهدوس enter كليك يمين تاني new the word هسميها pay pass اوكي secure put check وهدوس enter اوكي هدوس على اول واحدة double click وهكتب جوه منها واحد وهدوس enter وهدوس على تاني واحدة double click وهكتب جوه منها واحد وهدوس enter بعد كده هقفل registry وهقفل comment prompt وهنا علشان يحس بالتعديل اللي انا عملته هعمل back من فوق كده وهختار windows 11 pro تاني او هو مختارها يعني وهدوس على next هيبدأ معايا ان هو يعمل setup بشكل عادي جدا ادي اول عقبة عملنا لها تخطي هوافق على الشروط وهدوس على next بعد كده هعمل custom بحيس انزل اللي انا عايزه انت عايز تعمل اه تقسيم للهارد كله براحتك عايز مسلا لو هتعمل new مثلا ده خمسة بنقول مسلا مسلا متين وسبعين الف ميجا وهدوس apply هيعمل ملفات system اوكي مفيش مشكلة طبعا التقسيم ده شرحناه كتير جدا ببرامج كتير جدا يعني هنزل النظام هنا وهاجي على ده هدوس عليه كده واقول له new اعمل اللي باقي زي ما هو واعمل لده format اللي هو اللي تحت كده بعمل له format اللي تحت اهو اما اللي فوق هقف عليه كده من غير ما عمل له format هقول له next كده هيبدأ ينزل معايا windows 11 واحنا بننزله دلوقتي في شاشة بعد ما هيخلص setup ويكمل الكلام ده كله هيجبها لك لازم تتصل بالانترنت برضو هنتخطاها بطريقة شبه اللي احنا عملناها بس اسهل شوية خليكم معانا وان شاء الله هنعملها بازن الله وزي ما احنا ما شايفين كده هنسيبه ينزل وهننتظره زي ما احنا ما شايفين خلص المرحلة دي وطالب restart عايز تنتظر براحتك عايز تدوس براحتك هندوس على restart now وهنستنى يعمل restart زي ما احنا ما شايفين بيرجع يكمل لوحده هننتظره لما يخلص تماما ويجيب لي الشاشة اللي انا بكمل منها setup نلاحظ ان هو عمل restart تاني رجع تاني يكمل هننتظره نلاحظ فتح معانا وبدأ يجيب لي شاشة setup هتدوس على المنطقة yes بعد كده هننتظر زي ما احنا ما شايفين هتدوس على الkeyboard yes هيقول لك عايز تضيف قل له ايوه نضيف وبالمناسبة صح احنا الخطوة ده نعملها تاني زي ما هنلاحظ دلوقتي مع بعض بس يعني ايه عايز اوريك القصة ان انت دلوقتي هيطلب منك توصل الانترنت اهو وهيقف على كده بص معي بص يا باش مهندسين بيقول لك وصل الانترنت هو عايز انترنت ومفيش اي option تاني خالص هعمل ايه بقى علشان هتخطى الموضوع ده لان بيبقى في بعض الاوقات نفترض ان انت عندك بتعمل setup لويندوز 11 عندك جهاز بتعمله setup في مكان ما فوش انترنت وهتحط الانترنت بعدين فكانت مايكروسوفت بصراحة الافضل انها هترجع الاختيارات القديمة اللي كانت حطاها في ويندوز 10 ولكن احنا هنتخطاها بايه بقى بتدس برضو او بالcomment prompt يعني او بالterminal شوف هتسمي ايه هدوس على shift مع F10 في نفس الشاشة هتطلع لي هنكتب امر الامر ده هيعمل ايه بقى ركزه معي الامر ده بعد ما هكتبه هدوس enter هيكمل ويعمل restart ويجيب لي نفس الشاشة دي تاني هختار الكيبورد اللي اي اود تاني وهيعديني وهيجيب لي اختيار جديد انا ليه خليتك تركز في الشاشة دي كويس لان الاختيار مش موجود هنا دلوقتي تعال بقى نشوف مع بعض بعد ما هدوس enter ويعمل restart بصوا هكتب ايه او او بي اي اوكي انا كتبت بي العادية مش بي كتبت بي ماشي يبقى او او بي اي بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده ادي اللي انا هكتبه ومش هكتب اي حاجة تاني هدوس enter شوف ايه اللي هيحصل هيبدأ يعمل restart لوحده يعني او كده بيكمل وبيعمل restart زي ما احنا ملاحظين راجع تاني يكمل معايا بس المرة دي هيطلع الاختيار هنشوفه كلنا مع بعض بس يخلص ويعيد تاني اللي هو جبهولي من شوية زي ما احنا ما شايفين نفس اللي جه جه تاني اهو والجهاز طبعا امكانياته قليلة بالنسبة الويندوز 11 ولذلك بفضل الله بننزل عليه علشان يبقى خدنا التجارب كلها هدوس على yes نفس اللي عملته من شوية بعد كده هستناه علشان يجيب لي ال layout هدوس على yes عن layout بعد كده هقول له add layout بعد كده هحط اللغة اللي انا هضيفها بعد كده هدوس add layout بعد كده هشوفوا بقى الاختيار اللي هيطلع دلوقتي مع الانترنت بصوا معايا بش مهندسين بصوا يا شباب بصوا الاختيار ده ما كانش موجود قبل كده الاختيار اللي ظهر ده اللي هو ايه I don't have internet I don't have internet ما كانش موجود من شوية لما كتبت الامر ودست enter عمل restart وقبل الاختيار ده من غير انترنت هدوس على I don't have internet مش عارف ميكروسوفت مخبيها ليه وبعد كده هدوس على continue with limited setup بعد ما دست عليها هيحمل شوية وهيخليني ادخل الاسم اللي انا هستخدمه وليكن مسلا ادخل مسلا اسمي اهو احمد وبعد كده هدوس على next عايز تعمله password ماشي عايز ما تعملوش دوس على next هتلاقيه كمل setup معاك بشكل طبيعي جدا 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 من غير انترنت هتخلي اللي انت عايزه همش هتخلي اللي انت عايزه هتزبط حتى كلها و next 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 accept وبعد كده هتنتظره الموضوع بفضل الله سهل جدا 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 بدأ اهو يقول لك هاي ويكمل ال setup بتاعته ويكمل الاعدادات بتاعته هتنتظره ومش هتقفل الجهاز خالص وتسيبه لما يخلص حتى هو كاتب لك اهو don't turn off your PC هتنتظره بيقولك الموضوع ده هاخد شوية دقايق هتنتظره ولما يخلص هتلاقي الويندوز جاهز ويفتح معاك بشكل مباشر على طول بفضل الله وزي ما احنا ما شايفين بيشطب خلاص almost there وهيجيب لك windows 11 كده windows 11 جاهز معاك بفضل الله بدون انترنت كل حاجة واضحة قدامكم التاريخ هو قدامكم الانترنت قدامكم ان هو مش شغال الويندوز قدامكم بفضل الله شغال كل حاجة تمام بفضل الله طبعا زي ما ملاحظين انا دلوقتي شغلت الانترنت هو كده لسه ما عملش تحديث فانا هعمل له تحديث وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل هتلاقوا مثلا على سبيل المثال السرشي دي تغيرت هتلاقوا بدل ما هي ايكون كده كبيرة زي ما انتم ما شايفين هتلاقوها اصبحت يعني بشكل مختلف هورهولكم كمان شوية مثلا كليك يمين على تاسك بار هتلاقوا في تاسك بار سيتنجز فقط مفيش اختصار تاني لحاجة تاني هنشوف كمان شوية ايه اللي هيحصل بعد التحديث زي ما شوفنا مع بعض انا وانا بعمله سطب ما استخدمتش الانترنت نهائيا ما فتحتش الانترنت نهائيا لسه فتحوا دلوقتي قدامكم بفضل الله علشان اعمل تحديث هعمل تحديث وهرجع لكم تاني بعد التحديث وهنشوف هيبقى عامل ازاي بعد التحديث وارجعتلكم يا باش مهندسين بعد التحديث زي ما احنا ما شايفين مع بعض فعلا زي ما قلتلكم اتغيرت بقت مكتوب فيها سيرش وبقت العدسة دي بتاعت السيرش صغيرة شوية وكليك يمين هنا قلتلكم هيزيد وفعلا زاد اللي تعودنا عليها بنجيبها من هنا الساعات يعني اوكي حطوها لنا هنا بعد التحديث زي ما احنا ما شايفين مع بعض حاليا كارت الشاشة هو الافتراضي اللي بينزل من مايكروسوفت حاليا على هذا الجهاز كارت الشاشة هو الكارت الافتراضي اللي بينزل مع الويندوز الخاص بمايكروسوفت يعني نلاحظ مع بعض لو دست على قائمة هتلاقوا الحواف هي في ويندوز 11 اللي غيروها بقيت ايه زي ما احنا ما شايفين كده مع بعض ولو فتحنا مع بعض نافذة زي مثلا هتلاقوا ان الحواف لسه مربعة ده ليه ده علشان كارت الشاشة متعرفش نفس القصة برضو لو فتحت اي نافذة عادية اوكي هتلاقوا زي ما ملاحظين مع بعض مش ريديس يعني الريديس اكينه زيرو يعني او اكينه ايه مفيش حواف يعني كورن الريديس مفيش اوكي طيب دلوقتي انا هعرف كارت الشاشة وارجع لكم تاني وبعد ما بيعرف كارت الشاشة يا باش مهندسين بيبقى معاكم بفضل الله بابعاد وكاملة وبتعرفوا تشتغلوا بيه زي ما انتم عاوزين وتلعبوا الالعاب بتاعتكم وبتنزلوا البرامج وتغيروا في التاسك بار وتعملوا اللي انتم عاوزينه وبتلاقوا بعد كده الحواف بشكل طبيعي جدا اللي هو الطبيعي يعني في ويندوز 11 سواء كانت نوافذ او اي حاجة او اي تطبيق انتم بتشغلوه وطبعا بالنسبة للتاسك بار بتغيروا اللي انتم عاوزينه عاوزين تظهروا الويت جيتس عايزين تخفوها براحتكم عايزين تظهروا السيرش عايزين تخفوه براحتكم لو عايزين تروحوا في البيهيفيار وتخلوه على الليفت مفيش اي مشكلة خالص بتعملوا اللي انتم عاوزينه بفضل الله ويندوز 11 معاكم تستخدموه استخدامكم العادي والطبيعي بفضل الله ويا رب تكونوا استفدتم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته